هو ربما يكون المرشح للصول إلى هذا المرشح في ترويك في الفكرة النائب والخلافة لمحمود عزة الإخوان بدأوا يرواجوا يا أستاذ سامح لفكرة أنه هناك منزج باسم محمود عزة أو بلغ عنه بشكل أو بآخر لخلافات وانشقاقات في داخل الجماعة وأنه مين هيجي مكانه ده وضعه ايه من الموجود حقيقة؟ أنا أعتقد أنه خضرته على السموط 7 سنوات في هذا الاختفاء أنا أكون على يقين أنه هو معظم الإخوان اللي لم يكن كلهم ما يعرفوش مكان فهم يكون واحد أو اثنين فقط وأعتقد أنه كان يوصله رسائل أو يتألقى رسائل هم النساء أو من ثم يقول قصيري الأخوان وددأ استطاع أنه يبقى 7 سنوات ولذلك كان الإخوان عارفين مكانه ونبلغ عنه وارد يكون الشخص أو الاثنين عارفين مكانه هذه الأمور الشائعة داخل الإخوان يحبس مكيادات في النهاية هم يتدعون من مجتمع رباني أنهم يتعملون بالمشاكل وهم نفسهم يتعملون بعض مشاكل أخلاقية ومشاكل مالية ففكرة أنه يكون في النهاية تم الإبلاغ عنه أو إراد إسمه هذا الأمر يوارد ولكن في النهاية أنا أقول أن الخلافات ستزداد تضخما يزداد ملف الخارج أما الملف الداخلي فهو بشكل أو بآخر من فترة طويلة بيضار بشكل لا مركزي بمعنى أصح أنه ما فيش اجتماعات تنظيمية لجهات الأمنية في مصر مسيطر وبيراقب بشكل كبير جدا وعاد كبير جدا في السجون فالمجموعة اللي فضلة هي بالتالي بتقوم بدور اجتماعي بطرع أسر الإخوان اللي هم محكمين بأحكام أو على جمع أضايا وبيجمعوا الاستراكات المالية في أضيق الحدود وبيجمعوا الاستراكات المالية في أضيق الحدود وبيجمعوا اجتماع الأسر ومن فترة طويلة هم عملهم استراتيجية إنهم ما ميبصوش للمشاكل وينتبهوش لإيه للصراعات الداخلية لأنهم نضعوا مصر وضعوهم إيه حتى الفكرة دي بالنسبة أو بين شباب الإخوان لأنه فيه تفرق فيه جعب فيه فيه مساحة واسعة جدا بين القيادات تعامل معهم وجودهم في صفوف أو يعني اختفاءهم عن الساحة في حالة المواجهات والشباب اللي بيتصدروا في المواجهات بيتم القبض عليهم مش نفس المستوى المادي ولا حتى يعني بيتم التضحي بيهم بشكل أو بآخر أول من يعني اشتغلوا على أنهم يخرجوهم بره البلد كانت القيادات الفكرة دي يا أستاذ سامح هل دي برضو هيتم أو هيكون فيها انشقاقات فيها أكبر؟ بالتأكيد ليت بيهدها كلام صحيح بس هم في الفترة الأخيرة قدموا دعم مالي بضخم جدا حتى للشهر المسجونية عاصل قصارهم دعم بحيث يتلافوا مثل هذه الانشقاقات وأصبح الأخ الإخواني متصر أنه يبقى داخل التنظيم وربما لا يعني عن اعتراضاته حتى لا يتم رفع الاستقف المالي عنه أو الرعاية المالية عليه لو هو طالب لسه أو لسه متخلق أو حتى متجوز هم بيضخوا مال ضخمة جدا لعاية أسر المحكمين أو العيو الأحكام أو حتى الهاربين الهاربين في الداخل أو الهاربين في الخارج فمجرد الاعتراض أو التمرد سترفع عنه الرعاية المالية والذي كثير منه ربما يكون حانق وربما يكون غاضب ولكن في النهاية هو بيرعو أسرته فمتوقف عن المصامة هذا أمر موجود على الأرض أو الجناح العسكري كونه كان مسؤول عن الجناح العسكري ومعظم أو كل العمليات تقريباً اللي حدثت في السنوات الأخيرة هل اللي هيجي في المكان ده بضرورة الحال يكون كمان مسؤول عن الجناح العسكري وعن العمليات ولا ده هيتأثر ولا هيحصل فيه إيوسا السمع هو طبعاً أكيد أن أجزم طبعاً أنه هو فيه جناح كاري تم صناعته اللي هو كمان مجموعة محمد كمال ولكن عشان يكونوا صرحاء بأوامر غربية هو قال لهم إحنا هنسقط النظام في خلال الحبيع في خلال شهور الأنظمة الغربية عطت له فرصة نصر 13 و14 كوراً وفي 15 هو توقف لأنه في الدبوط من السعودية ضد على بريطانيا لتوصف الإخوان جماعة الحدية وفيه ضغوط قضي أيضاً على الكونجرس الأمريكي فقالوله أنت عندك ملفات كبيرة جداً عسكرية توقف ملف في مصر عسكري موقف لأنه عنده ملف في سوريا الجيش الحر وعنده ملف في ليبيا فجر ليبيا وعنده ملف تحميز غزة كل ملفات عسكرية وعنده في حزب الدعوة في الإراق وعنده مش عارف الشهر بس فيه أذرع لسه موجودة من جماعات الإرهابية في مصر اللي تابع عليهم هل دا مش بيعتبروا جناح العسكري بتاعهم؟ لا ما هم يعني يعني الثاني بقول أن هم في 2015 تم رفع الثقف عن محمد كمال وفصله آه يعني بمعنى صح هم بيكونوا الزيب أو ربه الزيب وهكذا بيطلقوه وييرجعوا خطوة الخالفة ودي من زمان حسن البنة يعني يلقتل النقراشي ويقولك ليسوا إخبارنا وليس نتبر التضحية يرحط لعيه دعاء لقضام الشحنة من ناش دعوة فالفترة دي أديمة هو بيكون جناح أسكري ثم يطلقوه وياخد خطوة الخالفة عشان يبقى قدام المجتمع الدولي على سيود ومنيش دعوة وكلام منه هذه الحركة من زمان من أبيان حسن البنة ليسوا إخبارنا وليسوا مسلمين وانا قلتوكوش اقتلوا النقاش طب انهو عطى قوان وخل سيد قب يفتره من زمان فنفس الموضوع هو كون مجموعة ويحملها بالغضب والقراهية والعنف وعطى أمر بالعنف وبعد كده قال لهم توقفوا طبعا ما توقفوش لما جئت أبسل وخمسل وخمسل لهم توقفوا عشان عليها ضغوط عالمية وضغوط خارجية ما توقفوش والحركة دي زوجة قديمة شوكري وصفة ما كان إخوان تكسروا الهجرة قال لك لامل ناش دعوة لا يسوا إخوانا وليسوا هذا نهج التخلي الدائم والتضحية بشباب وبمن يقوموا بالعمليات الدائم عند الجماعة أستاذ سامح ومنذ التاريخ زي ما حدثتك ذكرت أنا بشكر عليك شكرا جزيلا أستاذ سامح عيد الباحث فيه شؤون الحركات الإسلامية اشتركوا في القناة